وتدريب الأطفال برضو على العناج الشخصية بعد عملية التبول أنا هنا بتكلم على الأطفال الكبار أطفال الصغارين لازم إحنا اللي نعتني بيهم بشكل أوضح نشطفهم كويس الكبار لازم هم يتعلموا لازم حضرتك كأب أو حضرتك كأم يتعلموا أطفالك البنات والأولاد يتشطفوا إزاي العناج الشخصية دي مهمة جدا وأكيد عدم ترك الحفاظات فترات طويلة عند الأطفال الصغارين وعدم استخدام أو إعادة استخدام الحفاظات هتقولوا لي الله مش هيا الحفاظة دي بتتسودم كاو تتريمي أقول لكم لأ في ناس كاو يقولوا إيه لأ لسه نظيفها يعني أسيبها شوية كده حطها في الشمس أو أحطها كاو تتهوى وبعدين أرجع نستخدمها تاني ده غلط ده غلط غلط في كل الأنواع لأنه الحفاظة المفروض طالما استخدمت يعني بتتريمي إلا بقى لو فيه مثلا بنعلم الطفل التحكم الإرادة في تباله التبارز بتاعه وكان مثلا لابس حفاظة وعين قال لنا أنه عايز يعمل تويلت أو إحنا استنتجنا ولسه ملبسين هالو فنقلع هالو إنما ما تبقاش مثلا الطفل قاعد بها ساعات طويلة ونعيد استخدامها مرة تاني خلوا بالكم من النقطة دي أرجوكو وأنا عارف أنا عارف أنه الموضوع اللي هو بعد اقتصادي ولكن البعد الاقتصادي لازم نفكر إن إحنا ندبر المستلزمات بتاعت أطفالنا الحفاظات، الألبان، الحاجات دي كلها الأغزية بتاعتهم الكويسة نستغنى أو نعيد أو نعدل ميزانية الصرف بتاعتنا بتاعت البيوت بتاعتنا بطريقة أو بأخرى بس ما نجيش على حساب حاجة تخص صحتنا أو صحة أطفالنا تحديدا لأنه الأمراض برضو مكلفة مكلفة في علاجها وغير التكلفة طبعا يعني في دهية التكلفة زي ما بيقولوا ولا إن الطفل يبقى عيان فاهمين قصدي؟ فأنا ده اللي بقوله يعني إنه مش بنقول كده كلام وخلاص ولكن أنا عارف إن فيه أبعاد اقتصادية دايما للموضوع فبس بركز على نقطة إنه عدم إعادة استخدام الحفاظات دي نقطة مهمة جدا جدا علشان خاطر دي من أكتر الحاجات اللي ممكن تساهم في حدوث مشاكل في منطقة الجهاز البولي عند الأطفال